طيب هقول لك خبر مهم جدا وهو أن النادي الأهلي خاطب رسميا اتحاد الكرة المصري بفتح باب القيد بدءا من 1-6 حتى 10-6 حتى يتسنى له ضم لاعبين استعدادا لبطولة كأس العالم التي تقام في يونيو من العام المقبل تاني برجع بأكد لحضرتك هذا الخبر رسميا النادي الأهلي يخاطب اتحاد الكرة المصري بدرورة فتح باب القيد في المدة التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم كفترة استثنائية للأندية المشاركة في كأس العالم لكرة القدم عشان يقدر يضم لاعبين يكونوا موجودين معاه في بطولة كأس العالم بإذن الله هذه النص الأولاني من الخبر النص التاني اللي أنا كنت قلت لك عليه موضوع الأعراض وقصة الأعراض والحاجات دي يا جماعة ده موضوع مش موجود في النادي الأهلي النادي الأهلي لما حيضم وحيضم برجع تاني بقولك لأنه الناس الحقيقة بتاخد كلامي بتاخده بطريقة آية اهلاً اهلاً ولو تقربوا الصلاة فعضراك الله يخليك كمل الآية للآخر أنا قلت ومازلت بقول رغم أنه البعض يعني رد علي أنه القيد الشتوي بيبقى أصعب شوية القيد الصيفي بتبقى يعني الحصيرة واسعة على امتدادها القيد الشتوي بيبقى العدد والإلشيان ممكن تنجح جدا في لعيب زي وسامة ابو علي أو غيره من اللاعبين لكن دايماً القيد الصيفي فترة القيد الصيفي بتبقى أوسع شوية فالأهلي بيخطط سواء كان في يناير او في يونيو باذن الله لضم ما لا يقل عن عدد اربع صفقات لصفوف النادر لم يتم تحديد هذه الصفقات حتى هذه اللحظة في اسماء كتيرة جدا مرشحة وبتعرض على مستر كولر كولر مش هيتحرك مش هيتكلم الا ان شاء الله لما يخلص القصة بتاعة التحدي دي بامر الله الماتش ده اذا ربنا ازلنا وكسبنا ووصلنا الفاينل يبقى ما بعده بامر الله فربنا يصر الحال والدنيا تمشي بشكل جيد لكنه الاهلي للمرة ثلاثة بقولك خاطب اتحاد كرة القدم المصري من اجل فتح باب القيد في واحد من يونيو المقبل حتى العاشر طبقا لقرار الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم عشان الاهلي يقدر يضم لعيبة يكونوا على مستوى الحدث العالمي الكبير وهو كأس العالم للاندية ما تردد عن ضم الاهلي لعدد من اللاعبين على سبيل الاعارة في هذه الايام هو خبر لا اساس له من الصحة على الاطلاق